فإن الحاج إذا حج ينبغي له أن يتقي الله في حجه فلا يخالط حجه شيءٌ من المحرمات والسيئات وإن كان المسلم مطالبًا بأن يبتعد عن المعاصي والسيئات في حياته كلها ولكن في مقام العبادة يتوجَّب عليه ذلك ويتأكَّد يلاحظ أن الله عز وجل إذا أمر بعبادةٍ من العبادات فإنه يأمر بالتقوى كما في هذه الآية لما قال الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله قال سبحانه واتقوا الله وكما في أعظم أمر يؤمر به الإنسان وهو التوحيد قال الله عز وجل يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وكما في آيات الصيام قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم قال الله عز وجل في آخر هذه الآيات كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون فالله عز وجل يأمر بالتقوى عندما يأمر بالعبادة ومن أوائل ما يندرج في الأمر بالتقوى أن يتقي الله المسلم في عبادته فيتق الله سبحانه وتعالى مثلا في شأن التوحيد فإذا وحد الله عز وجل ليحذر من أن يأتي بما يمس هذا التوحيد وهكذا في الصلاة يتق الله سبحانه وتعالى في صلاته وما أكثر ما يضيع بعض المسلمين أمر الصلاة فإن بعض الناس إذا صلى ربما نقر صلاته نقر فهذا متق الله عز وجل في صلاته وهكذا مثلا إذا توضأ فبعض الناس لا يسبغ الوضوء فهذا متق الله عز وجل في وضوءه وهكذا إذا صام فبعض الناس إذا صام ربما خالط صومه بعض المعاصي والسيئات وهذا متق الله عز وجل في صومه وهكذا هنا في شأن الحج فإن الحاج إذا حج ينبغي له أن يتقي الله في حجه فلا يخالط حجه شيء من المحرمات والسيئات وإن كان المسلم مطالبا بأن يبتعد عن المعاصي والسيئات في حياته كلها ولكن في مقام العبادة يتوجب عليه ذلك ويتأكد